الآن هاي مو من بركات سيد الشهداء يعني اتأمل هاللون من التجمعات مو من بركات ابي الشهداء الكلمة الطيبة الرواية الاية الكريمة تشرح مثلا الموقف الطيب يعاد الى الذاكرة هذا كل عطاء وهذا عطاء معنوي بالاضافة الى العطاء المادي شهو النصر شنو ارجوك يعني النصر كرشي يقعد عليها واحد بعد يومين يصير مكلل باللعنات من يطلع يظل كرسية مصدر من مصادر اللعنات هذا هو يعني هذا الخلود لا والله الخلود هذا اللي تشوفه قدام عينك الخلود اللي تراه هاي الحياة هذا النصر واي نصر اعظم من هذا النصر ان يصبح امثول في رؤوس الاحرار وانشود على الالسن ويصبح المثل الاعلى اشتركوا في القناة